كيف حالكم يا جماعة؟ ايه؟ الدرس النهاردة اعتبره من اهم الدروس اللي اشرحها في الكورس لانه يتكلم على الفيكتور ويتكلم على العملات الحسابية الفيكتور و كيف يستخدمها بشكل سليم و تفيدني كيف يوجيه؟ يعني مثلا تعالى هندخل على البلاير كنترولر اول حاجة انا عايز اعمل اعمل ايه مثلا؟ انا عايز اعمل وليكن ذكاء اصطناعي لمجسم ما اول ما الكاراكتور بتاعي يقرب منه ويقرب منه في اتجاه في اتجاه في الاتجاه بتاع الواي خلي بالك انه مش الاتجاه الواي السالب لا انا عايزه في اتجاه الواي الموجب اول ما يقرب منه في اتجاه الواي الموجب يعمل اكشا ما فيعمل اكشا ما ده معناه ايه؟ مثلا ممكن يضرب عليه نار ممكن يختفي ممكن يطلع يطلع يبقى مثلا زي زي فخ يطلع نار اه ده برضه بالطريقة اللي بتكلم فيها دلوقتي هيتعمل الطريقة ده ممكن يبقى ايه تاني ممكن يبقى حاجة تاني ممكن مثلا فاكرين موضوع الجنب اللي احنا كنا عاملينه حددنا اوبجكت ما والاوبجكت الاخضر ده يبقى ماشي معنا طول الوقت والكلام ده او الابجكت اللي بقى ارصاصي دلوقتي فاكرين الحوار ده احنا ممكن نستغنى عنه وممكن نعمل بالطريقة اللي انا بقول لك عليها تمام؟ اللي انا عشتغل بها دلوقتي طيب ليه انا ما شرحتش الكلام ده في اول كورس علشان الكلام ده يبقى شوية نتعمك شوية رياضيا فانت الموضوع بالنسبة لك ممكن يشتتك ولكن انا هشرحه بابسط الامور يعني انا مش هدخلك في حتة الرياضيات والمعادلات الرياضية والكلام ده انا هقول لك ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وانت على هذا المنويل اتساست من نفسك ان اي حاجة محتاجة كده ممكن تستخدم فيها الانودز دي طيب تعال نبدأ مع بعض وهنشوف النتيجة بتاعتي هتوبعاملة زيئة او هجوف احنا هنعملي اول حاجة خلص مثلا وليكن انا هنزل تعالى هنزل كون مثلا كون بالشكل ده كده انا ممكن اعمل حركة ممكن اضغط اضغط تيب وهعلم سلكت على اضغط ايه سلكت على كل الورتكس وهعمل كده روتيت واضغط كنترول وعمل كده حد ما توصل لكام لتسعين او اكتب او انا وانا بالف كده اكتب سالب تسعين تمام بالشكل ده اوكي لماذا انا عملت كده لكي اخليه ده وهي هر ليس هر ليฐري وليس لكي يكون زي وهو زي فانا اريد علي تقوم بي وطبعا انت ممكن تعمل على الاب وممكن تعمل على مال عادي طريقة ايضا طريقة تفتح دماغك لحاجات كثيرة يمكن ان الدرس يتراجع شوية ولكن الدرس ده مهمة اوي يعني لازم يتشرح بشكل مناسب تمام طيب هرجع تاني هقوله ااااا فاقوله لا لا نعم سا تعالى سوري سوري وقوله صوري فا هو هيروح للجيومتري في النص في الدنيا كده عندي تمام كا لو انا جيت اعمل كده هتلاحز ان كل حاجة متسفرة معدل لوكيشن وده عادي ليس فارق من حيلا طيب اه هنعمل ايه بعد؟ اول حاجة عندي لازم مثلا هننزل النود او هنشتغل بالطبيعي ونقول ايه الفرق اول حاجة انا عايز اقوله ان لما القراكتر يجي قدام ده كده يقطع الواي يحصل ان ده يختفي او يضرب نار او يطلع يبقى فخ او اي حاجة ايا نياكر وده هنستخدمه في الاي اي على فكرة يعني ده قدام وانا بشرح الاي اي هستخدمه ولكن انا اللي يهمني دلوقتي ان اشرحه علشان لما اشرح الناس تبقى فهم معي وانا شغال على طول تمام؟ طيب الحل بتاعه ايه؟ او هنعمل ازاني ده لما يجي فاندلوي ايه يبقى الدنيا بالنسبة له تمام وشغال ومفوش اي مشاكل تعالي تعالي نشوف هنعملها ازاني اول حاجة انا هيجي اقول له مثلا انا عايز اول حاجة هجيب اللوكيشن جيت جيت اوبجيكت لوكيشن ده انا بالنسبة لي تمام كده كده ده اللوكيشن بتاع الكاركتر وده كده اللوكيشن بتاع الكون تمام؟ طيب لو انا جيت اللوكيشن الجيت لوكيشن ده هجيبه يعني هاحسب الدنيا بتاعته ازاي المضوع بسيط يعني ايه بسيط لو انا جيت هفتح بس ملف الجيم عشان انا محتاجه تمام؟ وهفتح كان فيه عندي اه ده اه اوكي اهو تمام؟ ده عشان انا محتاجه بس عشان نفهم الدنيا ماشي ازاي تعالي لو انا جيت دورت على حاجة اسمها فيكتور ماس ليه بقى؟ لان انا طلع من عند هنا فيكتور وده فيكتور ماهو اللوكيشن ده فيكتور جايه بالإكس والوي والز في الورلت سبيس فانا محتاج ان انا اعمل فيكتور ماس لسبب تعالي اول حاجة هنطلع فيكتور ماس اه فيكتور ماس تمام؟ اول حاجة هعملها سابتراكت دايما بيقولك فيه لو انت عايز تجيب مكان object ماهو تحسب المسافة ما بينك وما بين object انت دايما بتشوف مكان ده فين ومكانك انت فين وتطرح الاتنين من بعض تمام؟ فهيبدأ يطلع لك النتيجة فتعال هنعمل مثلا هطرح انا اللوكيشن ده لده حسنا 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 ومكانه لك هذا هو الكون مثلا هذا الكون هذا هو الوضع فأنا أريد أن أجلب هذا الوضع فأنا طرحت الوضع من الوضع من الكون فهيجلب الوضع وليس سيرسم خط ما بينهم لا في الطبيعي بيحسب عدد وحدات بالطريقة دي وبعد ذلك يخرج فالخط يعمل كيف يعمل كده صح يبقى ماشي كده طيب يبقى أنا معناه ده معناه ان هو جاب للوكيشن بس بالنسبة لي ما جاب ليش اقرب اقرب نقطة تمام وفي نفس الوقت هو عمل لي عملية حسابية على اكس وي ولكن انا عندي بقى حرقة حلوة جدا في فيكتور باس انا ممكن اعمل ايه بقى ممكن اجيب ده احسب كده احسب الخط ده على طول كده ممكن احسب الخط الخط ده يأتي كده automatic على طول تمام طب ده نحسبه ازاي هي ده وظيفة normalize وبالتالي بيبقى اللوكيشن ادق كتير من كده تمام من الحزبة بتاعت فانا بروح جاي هنا واخد شايفين انا عملت سابتراكت فهو اطلع لي طلع لي طلع لي نقطة البداية ونقطة النهاية وعمل ما بينها وعمل الخط اللي احنا قلنا عليه ده وده صح؟ طب انا عايز ده هجيبه ازاي هجيبه عن طريق هاخد نفس الفيكتور ماس ودور الحاجة اسمها normalize normalize تمام النورماليز عملت ايه؟ النورماليز عملت جابت خط سوائني سوري حسبة اللينس اريد افتح الجمد حسبة اللينس ده حسبة طول الخط ده ووصلت الخط بالنقطة دي بالنقطة دي فده النورماليز تمام هو عمل للنقطة دي فبالتالي دي كده اضق تمام طيب طيب اوكي فكده الدنيا عندي هو حسب للنورماليز بشكل مناسب طيب انا عايز اسأل سؤال طيب ما هو كده هو حسب للنورماليز اه النورماليز ممكن استخدمها في ايه تاني لا ممكن استخدمها في حاجة تانية كمان ممكن مثلا لو انا عايز اخلي كده كده النورماليز بتحسب لي اللينس مثلا لو انا جبت قلت له هاتلي ترانسفورم سواني هاتلي ترانسفورموتو فيكتور هاتلي اللوك ده ترانسفورموتو فيكتور معنى ايه؟ معنى انه بيحول ترانسفورم بتاعي فبيجيب الاتجاهات اللوك والرائت والأب تمام؟ وانا يهمني ايه؟ انا محتاج اللوك مثلا وليكن مثلا اللوك احنا في النورماليز دي اول ما بحط النورماليز هنا كده بيعمل ايه؟ هو بيحسب الخط اوتوماتيك اللوك اللو طالع بيحسب الاتجاه اللو طالع بيحسب الطول بتاعه اللينس بتاعته تمام؟ طيب جميل هو بيحسب اللينس طب وبعدين انا كده اقدر اتحكم في اللينس يعني ايه بقى؟ مثلا انا ممكن اقول له هقول له هاخد نفس الحوار ده النورماليز دي وهقول له ملتبلاي فلوت هخلي ده سوري هخلي هخلي القيمة دي تتضرب في عدد ما العدد ده سواء بالسالب او لو الموجب هيبقى في الاتجاه الواي النحادي لو بالسالب هيبقى في الاتجاه الواي النحادي تمام؟ لان كيكا شغال على اللوك جميل بس هيعمل حاجة لو انا قلت له مثلا ضربت في خمسة معانا ايه؟ معانا ان هو هيجيب لي اللنس في طول خمسة يعني من الاخر سيعمل لمتاشا لللنس لخمسة متر مثلا كمثال يعني هنقول له لو كده كده بيحسب اللنس دايركت طول من الخط ده مستمر لا انا مجرد ما اعمل ملتبلاي فلوت هقدر احدد اللنس بتاعه هقول له لا انت كده لا اول ما يوصل لخمسة متر مثلا ده اللنس بتاعه ما يتعدش على خمسة متر فهنا في الطريقة دي انا اقدر استخدمها فين بقى اقدر استخدمها في 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 الجمب اقدر استخدم في الجمب زي ما انا كنت اشغال في الجمب على القب وحنا فضل نعمل عملية حسابية ونشوف علشان نقدر نزبط الدنيا لا انا ممكن اخلي اللنس اللي طالع من القب مثلا اثنين متر ولو تخطر لثنين متر ما يشتغلش الدب الجمب ما يشتغلش طول ما هو في الاتنين متر يشتغل الجمب يشتغل فاهميني الفكرة فلا ممكن استخدمه هنا ممكن استخدمه في حاجات كتير انا ممكن احدد ده استخدمه في حاجات كتير بعد كده تمام ولكن خلينا في ان احنا فيه دلوقتي انا بس شرحت الحتة صغيرة ولما نعدل الجمب هنعدلها مع بعض هنرى النتجة ولكن اللي يهمني دلوقتي ان انا جبت المسافة ما بين ده وما بين ده وبعد ذلك ستجاي ساحة حاسب اللنس بتاعهم اللنس بتاع المسافة الخط اللي احنا قلناه ده اللنس ده نرماليز ده اللنس تمام نعمل بينك ده اللنس فهو حسب اللنس ده فطبعا هو بيحسبه آآ لمالة نهاية هو حاسب. اللنس ده لمالة نهاية صح؟ اه هو حسب مالة نهاية فعلا ولكن انا ممكن اضبطه بطريقة تانية انا ممكن كما انا المقajcie اضرب فركة وقوله لا يعاوا استنأنه يتخطى المسافة الفرئ المsecond الا conceito المهن loose النرج할 أمستحصل وليه لا تمام انا زي ما انا عملت كده هنا ممكن اعملها هنا ما عنديش مشكلة خالص ولكن انا احسبها بطريقة تانية على فكرة النتيجة هتطلع واحد يعني انت لو جربت النتيجة دي هتطلع ما فيش مشكلة ما عنديش مشكلة انا بس بفتح دماجه في حتة الرياضيات الخاصة بالنفكتورميس طبعا الطريقة دي جماعة لها معادلات علشان اقدر احسب دهب ده ليه معادلات وبعد كده احسب ده ليه معادلات فهم مريحيني في النود اتر انا مش اكتب معادلات هو قال لي لا انت النرماليز وظيفتها كذا اللينس وظيفته كذا فهمين الفكرة فانا كده كده مش محتاجة اكتب معادلات بما ان الدنيا مظبوطة عندي لا هم مريحيني في الموضوع ده ان انا افكر في في الجيمي بلاي ورايح دماغي ودي حاجة مميزة جدا هنا يعني طيب هنعمل ايه بقى تعال انا هقولك بقى في حاجة عندي اسمها في حاجة عندي هنا اسمها دوتوب برودوكت دوتوب برودوكت ديف الرياضيات بتعمل حاجة كده بتحسب الزاوية ولكن بتقارنها بواحد يعني ايه تعال كده بما نشوف بص بيحسب ان خلاص لو انا انا هجيب هجيب مثلا انا هقولله انا انا احاول اجيب الاتجاهات هذا حتى انا اجيب الاتجاهات فانا اقوله هدل الاتجاه بدعه فانا اقول له ايه اقولك اتجاه وي دعلك شايف هذه نفس فكرة الترانسفورم هنا ولكن هذه الترانسفورم لديها استخدامات والاستخدامات على فكرة عادي انا ممكن استخدام الاستخدام ممكن استخدامه عادي تمام ولكن برضو لما نشرح في الكاراكتر ستفهم الدنيا في ايه واجربه ليس تغسر حاجة ان انت تقعد تجرب مدام فهمت العملية الرضية تجربها انت كذبين في كلتا الحالات طيب تعال انبص جري عندما قلت له من ان تقعد لديك اندộcها我有stein السمينة في اتجاه الترانسف هين ستفهم ان انحيق الترانسف اعتقد انها كده وهو هنا خط اه اه ده كده ماشي في تجاه الوقت تمام وده كده ده نرماليز ده انا خلاص حسابنا خلاص هو بيحسب ايه؟ شايفين الزاوية اللي ما بينهم هو ده البرودكت ولكن دايما بيقارنها بالواحد يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قربت ده هل شايفين ده؟ لو انا قاربت الخط ده هنا يعني خلت الخط ده كل ما بيقرب كل ما بيقل عن الواحد كل ما بيقرب كل ما بيقل كما لم تنقض weigh البه 쓸خه سيبقى معي مسلا هيبقى معي كده مثلا بوينت تلاتين او بوينت خمسين بوينت خمسين من مية تمام الفكرة ان ده كل ما بيقرب 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 للواحد فلو ده تطابق لو ده تطابق مع نفس مع نفس الخط اللي طالع مننا لو تطابقه كده يعني ان هو بيساوي واحد بالزبط ان ده بيساوي ده فهو بيعمل ايه ده معنى البرودكت دي معنى هو حسب الزاوية دي وقرنها بواحد فبالتالي النسبة بتاعتها تبقى من بوينت ساعة وتسعين تمام او من بوينت ون لحد او من بوينت على حسب بالالف او باليوم مش هتفق لحد واحد تمام فهو حسب الرقم عشر لحد واحد طيب ده معناه انا اقول لك بقى انا جبت اللوكة اهو الواي وادي وادي النورماليز اوكي فكده هيبدأ يحسب لي الايه الزاوية طب الزاوية بتطلع من اني اتجاه من هنا محمد بتطلع من الريزولد ولا بتطلاع من ذكالور ؟ لا الممكد التواصل لان هو بيديني رقم بايصㅋ عشرة بيديني رقم صحيح اه مش صحيح بيديني رقم مcribedيش بهكتور تمام فهيا بدينيش dataset هو اه هنا بيدينيكون 있지كتم ومكنستخدم ال reflectر وجميل جدا ولكن لا احنا نستخدم الان فالزاوية هتطلاع من عندين من ذكاي الانaho انا سأقوم بالنسبة لكي أول ما تصل أول ما تصل هنا عند اللوك أول ما تصل أول ما تصل سأقوم بالنسبة لكي أقول له وحسب النتيجة التي تخرج من هنا سأقوم بالنسبة لكي أضغط س في المكان سأقوم بالنسبة لكي سيقوم بتوقف النوات بإيضic'RE لكي أكبر المنزل لكي أكبر من Support سيقوم بإيضاف متراح لكي أصبح الكلام سيقوم بتوقف الفيديو سيقوم بالنسبة لكي أكبر من Perikn är 99 is true is true true is true لو النتجة دي اكبر من واحد هيعمل ايه? هيخلي ده يختفي اقوله catch. اكبر من 99 Luv me of object مثلا هنقول له remove له ممكن من فهم ليسه صور مثل يضرب نار ي torture ہے اي حاجة. ممكن يخرج ليزر اتم فهمين الفكرا هذه這فaham? الان سا messing these difficult things يمكننا أن نعمله بكذا ولكن الأول قلنا له شيئا أنا الآن سأقوم بإمكانه وهنقول سيحسب الحزب لو أكبر من 99 سيختفي هل سنقوم بإمكانه ثم سنقوم بإمكانه ونرى النتيجة ستكون لدينا شكلها سأذهب ونحاول أقف عند Y تمام ونرى النتيجة ستكون لدينا شكلها سأقف عند Y حسنا لو أذهبت كده ماذا الذي اختفى ايه؟ اه أنا عملت بدل مخفى الكون خافت حسنا ونحسب الكون كده ونقوم بإمكانه ونرى النتيجة عندي شكلها أول ما أقرب أول ما أقرب من الاتجابة سيختفي أنا أحاول أقرب واحدة واحدة شاهدتوا؟ أول ما أقربت اختفى حسنا 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 جميل جدا عنه يفتح بس شوية لو انا بعيد عنه كده ودخلت كده هيختفي برضه لان هو شغال معي لا نهاية وانا في نفس الوقت محددت لهش ما دربتش ده ما دربتش القيمة اللي طلع هنا ما دربتهاش فيه فيه متجير عشان احدد له اللينز لان كده كده محتاج لفكتور من هنا طلع فيكتور لفكتور فانا محتاج لفكتور فانا ما عملتش ما دربتش القيمة القيمة في فلوت معين من انو اضربها بقز وطلع منه فيكتور برضه بس اعليس احسابها بحية التقيمة وتحديد الديستنس بحية التقيمة بحية التقيمة انا هقولل nya ا Enter responsable يا عامة ما تشتغلش اللما تكون المسافة بينه وبينك مثلا 10 متر تماما او مثلا المسافة بينه وبينك 5 متر سنقيمة واخت pasti كده شفت دي المسافة بينه وبين الكون بين الكراكتر وبين الكون هذا الفلوت ونجعله خمسة سنقول له لو النتيجة صحيحة يبقى هيعمل ايه هيشغل هذا فلو هذا خمسة متر هيشغل هذا نعمل كثير ونعمل play ونشوف خمسة متر دي انا طبعا انا مش عارف الحزب بتاعته طبعا عاملة ازاي ولكن تعال كده نشوف لو انا رأى طيب احنا ممكن نعمل حاجة تانية ممكن نقلل خمسة متر ممكن نخليها مثلا واحد اوكي تعال هنشوف الدنيا طبعا عاملة ازاي ايه ده انا اقول له المسافة اكبر لا لازم اقول له اقل اقل من اه من مسلا لو المسافة اقل من اه خمسة او اعلم اقل من ثلاثة. عشان بس نحساب الدنيا ونشوف الدنيا طبعا عاملة ازاي انا ممكن اعمل حركة لازيزة كده ممكن اطلع الDistance. اضعها ااا اقول له print واشوف الDistance عندي برضو ونحن شغلين اضع البرينت هنا. ونرى ما سيديه. تعالى كده. اعمل كده. اجهز ده. وافتح ده. واشتغل كده. هو مش حاسب ليه. عشان هو يحسب لو هي قال. شايفين? مش يحسب كله. هو يحسب لو هي قال. عشان اللي احنا عملينه. طيب ما علينا. تعالى نشوف لو انا عربت كده. اوه 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 مش مش شغال. هو ايه اوه انا طيب احنا ممكن نقول له على حاجة. لو هو اقل من عشرة. نجليه افتف لو هو اقل من عشرة. تمام? نابد اوه اوه. هو اقل من عشرة. سوف يشوف الزاوية. لو الزاوية مظبوطة. طب تعالى نشوف كده. المشكلة مش همشي بواحدها قدامي اوين. هو قل من عشرةوا. لازم اكون في الاتجاه مزبوط. ماشي. طيب تعالا بقى هنعمل حاجة تانية. هقول له ده بدل ما هو بوينت تسعة وتسعين اقول له بوينت فايف تعال لكي سيشوف انا عايز احسب الزاوية عشان لما يبقى عريب قوي اقول له هيرموف الوبجيكت ماشي اهو اختفى تمام ليه علشان هو حسب الزاوية اقتر من بوينت تسعة وتسعين تمام فايه فانا انا ممكن اخليها بدل ما هي بوينت اخليها مثلا بوينت خمسة خليها بوينت تسعة مثلا تمام انا احدد الوقت عشان احدد الاتجاه بالزبط فانا احددت الاتجاه من خلال الزاوية ومن خلال قريب منه من دستانس فظبط معي تمام والمفروض يصبح من بوينت تسعة وتسعين بس عشان انا مش عارفة احدد بالزبط هو قدام قدام الاتجاه بالزبط قدام الاتجاه بالزبط ولا لا الدرس ده مهمة اوي 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 انك تفهمه وانك تفهم الطريقة بتاعته لانه هيسهل عليك حاجات كتير اوي يعني في لعبة الدبابات اللي انا عملها مثلا انا الدرس ده سهل علي اوي سهل علي ان العدو يجي يضرب نار يضرب نار بطريقة معينة واي اي 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 ا فعندما أدخل في أي نطاق من هذا الوقت وفي نفس الوقت رحته قدام الابجكت بالضبط سيبدأ يعمل العملية التي طلبتها منه تمام؟ فهذه كانت الفكرة من أن أشرح لك الـ dot product وأشرح لك الـ normalize ونستخدم كيف نستخدمهم بشكل سليم وهيطلع لنا ماذا وكيف نستخدم الـ stop track هذه الأشياء ستكون مهمة أولا أشرحها تمام؟ أتمنى أن تكونوا استفدتوا يا جماعة ونتظريني في الدرس القدر سلام